خير صديق كانت أمي قطة لا مثيل لها فقد كانت تتولى تنظيفنا بالكامل نحن الصغار كل صباح وكانت من حين إلى آخر على مدار اليوم تنظف أجزاء معينة من أجسادنا كالأذن والكف وطرف الذيل وحرصت على تعليمنا حرصا بالغا ويؤسفني أن أقول إنني سببت لها الكثير من المتاعب لأنني كنت هرا سمينا وبطيء الحركة بعض الشيء ولم أكن نشيطا ولا رشيقا أثناء مشاركتي في التدريبات التي رأت أمي أنها مفيدة لنا كانت سجادة المطبخ المفروشة أمام الموقد هي صالة التدريبات بالنسبة إلينا وطالما كان موقد المدفأة مشتعلا بنار حامية فكنت أفضل النوم أمامه بدلا من مطاردة ذيلي ومطاردة ذيلي أمي ولكني لا أنكر بالطبع أن ذلك شرف عظيم أعترف أنني كنت أفتقر إلى الخيال والحماس الذي يدفعني إلى ممارسة ألعاب مثل الرقب خلف بكرة الخيط حينما تسقطها طاهية المنسل واللعب بالشرابة في آخر حبل الستارة والتظاهر بوجود فأر داخل كيس ورقي أعلم أنه فارغ واعتدت قول بالطبع يا أمي أنت أعلم بما هو أصلح ولكنني أرى في تلك الأنشطة مضيعة كبيرة للوقت يمكننا قضاء أوقاتنا في عمل ما هو أفضل بكثير سألتني أمي بحدة وما هذا العمل الأفضل فأجبتها بقولي الأكل والنوم بالطبع في البداية اعتادت أمي شد أذني وكانت تصر على أن أتعلم تلك المهارات البسيطة لإيمانها بمدى أهميتها في تعزيز مكانتي في الحياة وكانت تقول فلتعلم أن اللعب بالذيول وبكرات الخيط ليس إلا إعدادا لمواجهة متاعب الحياة في الواقع سألتها أختي وما تلك المتاعب قالت أمي بجدية صيد الفئران قلت وأنا أمط جسدي ولكن لا توجد فئران هنا قالت أمي هذا صحيح ولكنك لن تمكث هنا إلى الأبد وإذا تدربت على الحياة البسيطة التي أعلمك إياها الآن باستخدام كرة الخيط وأطراف ذيولنا فعندما تحين اللحظة الحاسمة وتلوح أمامك فرصة سانحة وتقع عيناك على الغنيمة الكبرى أي الفئر ستظهر السرعة والمهارة اللازمتين لإشباع أكبر غرائزك قلت وماذا سيحدث إذا لم نلعب بذيولنا وبكرات الخيط فردت أمي بمرارة حينئذ سيكون عليك الاستسلام والسماح للفئران بأن تدوسك في البداية حاولت أمي جاهدة أن تبين لمدى حماقتي لأنني لا أفكر في شيء سوى تناول الطعام والنوم ولكن بعد فترة وجهت جل اهتمامها إلى تعليم أخي وأختي وكانت المذين نجيبين فقد كان يحركان بكفوفهما أي شيء مهما كان صغيرا كلما واتتهم الفرصة للتدرب ولم يمانع أن يبدو بمظهر سخيف أثناء التدريب وهذا شيء لم أكن لأقبله على نفسي بأي حال من الأحوال فقد رأيت أختي بسبسة تلعب في الحديقة بأوراق الشجر الجثة المتساقطة على الأرض وهي تتظاهر في حماقة بأنها طيور وبدت متحمسة وسعيدة وكأنها تلعب مع طيور حقيقية ظننت حينها أن ما تفعله سخيف للغاية ولكنني تمنيت في وقت لاحق بحياتي لو كنت اجتهدت في تعلم دروسي نصف ما اجتهدت أختي في تعلم دروسها فرحت أمي بأختي كثيراً لا سيما حينما نجحت في الإيقاع بطيور الزرزور وكانت هذه الواقعة حيلة بارعة ابتكرتها أختي ونفذتها بمفردها تماماً ودون مساعدة فقد عقدت صداقة مع إحدى بقارات المزرعة المجاورة لنا واعتادت الذهاب إلى حضيرة الأبقار والقفز فوق ظهر البقرة وعندما كانت البقرة ترسل إلى الحقل لتناول فطورها من العشب اعتادت أختي مرافقتها منططية ظهرها من المعروف أن الطيور تأخذ حذرها دائماً من القطط وإذا ما اقترب أحدنا منها أكثر من ست يردات فسوف تحلق مبتعدة بأجنحتها السخيفة تلك لم أفهم يوماً سبب امتلاك الطيور أجنحة فلا داعي لها على الإطلاق لكن الطيور لا تخشى الأبقار فالأبقار كائنات تعوزها الرشاقة ولا تهتم أبداً بقتل أي حيوان وأكله وظهر البقرة هو آخر مكان يخطر لأحد البحث فيه عن قطة لذا عندما كان الطيور الزرزور تلاحظ اقتراب البقرة لم تر داعياً لتكبد عناء الطيران وحين كانت البقرة تقترب أكثر فأكثر من الطيور السمينة الجميلة المبتهجة كانت أختي تدقق على النظر وتنطقي أسمنها ثم تقفز فجأة من فوق ظهر البقرة وتباغت فرستها ولم تخطئ هدفها قط قالت أمي الطيبة وقد إغرورقت عيناها الخضروان بدموع الفخر لم أرى في حياتي قطة بمثل هذا الذكاء فردت أختي بلا باقة الفضل كله يعود إليك يا أمي العزيزة فلولا تعليمك الجيد لي في الصغر لما خطرت لي تلك الفكرة مطلقاً وقبلت كل منهما الأخرى بمحبة رفعت مخالبي وكشرت عن نيابي فهزت أمي رأسها المخططة في صخت وقالت يا مش مش لو كنت أظهرت اهتماماً بالتعلم في صغرك لصرت الآن بذكاء أختك ولما صرت مصدر قلق بالغ لي نفشت في رأي وذيلي وأنا أشعر بغضب شديد وسألتها ولماذا تقلقين علي قالت لأنك عديم النفع ولست على قدر عال من الجمال وحينما تكون القطة عديمة النفع ولا تتمتع بجمال وفير فإنهم أحياناً يأخذون هاوى قلت وماذا وقد اعتراني الشحوب من ذيلي حتى أطراف أذني قالت هامسة وهي تدير وجهها بعيداً لإخفاء تأثرها يغرقونها في بعض الأحيان يا مش مش في اليوم التالي جاءوا لأخذي من المطبخ ووضعوني في سلة كنت أعرف كل شيء عن مسألة إغراق القطة فقد سمعت تلك الحكايات المرعبة التي تروى وقت الشفق في جميع حضانات القطة وأعلم أنه إذا وضع داخل سلتي ثلاثة أحجار كبيرة فقد قضي أمري لم تكن السلة مريحة على الإطلاق وحملت مقلوباً رأساً على عقب بعضاً من الطريق وكانت السلة خشنة وتيارات الهواء البارد تنفذ إلى الداخل ولكنها خلت من أي أحجار وعندما أزاح غطاءها وجدت نفسي تحت ظل جبل ضخم متحرك بدا كأنه سيهوي فوقي ويسحقني كان في الحقيقة فيلاً ثم اكتشفت أن العائلة التي كانت تقتني أم سلموني إلى الطاهية التي تعمل لديهم والتي سلمتني بدورها إلى ابنة عمها التي كانت مخطوبة إلى شب يعمل صهره حارساً لهذا الفيل وهكذا انتهى بي المطاف في حضيرة الفيل لم يكن هناك حليب ولا أثر لأي سمكة ولا بقايا لحم ولا حتى لقيمات الزبد الشهية غير المتوقع لكن الفيل عملني بلطف شديد وأوضح لي أنه كان له صديق يشبهني تماماً فيما مضى ولكنه للأسف داسه برجله وأضاف أن مجيئي سيملأ الفراغ الموجود في قلبه الكبير قررت في الحال أنه يتعين علي أخذ حذري كي لا يدوسني ولضمان عدم وقوع ذلك اضطررت إلى أن أكون أكثر يقظة ونشاطاً من أي وقت مضى وعندما سألته عن الطعام الذي سأحصل عليه قال ستتناول الفئران حسب ما أظن أو يمكنك تناول بعض كعكاتي إن شئت لعلك ستحبها في البداية ولكنك ستسأم منها بعد قليل قلت له ولكنني لا أطيق أكل الكعك منذ صغري وأنا لا أهوى تلك الأطعمة وبدأت أعاني من جوع شديد وكانت الفئران تهرع ذهاباً وإياباً بين القش باستمرار ورحت أطاردها بطريقة البطيئة البائسة والخرقاء ولكن بلا طائل في البداية ضحك الفيلوم الأفيه الافتقاري إلى المهارة ولكنه عندما لاحظ مقدار جوعي وبؤسي قال لن يقدم لك الحليب وإذا علموا بعجزك عن استياد الفئران سيأخذونك من هنا أنت قط صغير ولطيف ولا أود مفارقتك لا بد أن نجد حلاً وحينذاك خطرت لي أفضل فكرة في حياتي فقلت له أخبرتني أنك دست القطة الأخرى دوى صوته كالبرق قائلاً ماذا تقول؟ لم أتخيل أن يكون الفيل مرهف الحس إلى هذه الدرجة فقلت بسرعة سامحني لم أقصد إذاء مشاعرك ولكن خطرت ببالي فكرة رائعة ما رأيك في أن تدوس الفئران؟ ولكن لا تسحقها تماماً حتى أتمكن من أكلها بعد ذلك ابتسم الفيل ابتسامة عريضة كشفت نابيه الطويلين وقال عجباً صحيح أنك تفتقر إلى الجمال والنشاط ولكن لا شك أنك تتمتع بالذكاء يا عزيزي وهبط فجأة بقدمه الكبيرة على شيء وهو يتحدث وعندما رفعها كان هناك فأر يرقد تحتها وهكذا تناولت وجبة عشاء شهية وقبل انقضاء الأسبوع سمعت الحارس يقول لقد أوفى القط بالغرض فقد نجح في خفض عدد الفئران لا بد أن نقتنيه إذن واقتنوني بالفعل وبلغ اعتزازهم بأن سمحوا لي بنقع الفئران التي أصطادها في الحليب لتصير رضبه لا تنطوي هذه الحكاية على أي مغزاً أخلاقي باستثناء طاعة الأوامر وتعلم كل ما يمكن تعلمه في الصغر صحيح أن أموري سارت على ما يرام دون أن اضطر إلى فعل ذلك لكن من الممكن أن لا يحالفك الحظ مثلي فلن يتاح لكل قطة أن تحظى بفيل يصطاد الفئران لأجلها